احيباي اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مدارب حياة مسيحية وسؤال جديد ونشوف السؤال بتاع النهاردة بيقول ايه بيقول انا اخذت قرار ورفضت فرصة كبيرة فرصة عمل كبيرة ودلوقتي نتبان عليها مش عارف اعمل ايه سؤال حلو جميل احنا بنهتم بكل الاسئلة بتاعتكم وان شاء الله نجاوب كل مرة على سؤال مختلف اخذت قرار ورفضت فرصة عمل كبيرة ودلوقتي نتبان عليها السؤال ده مهم وحلو خالص لان احساسنا بالندم احساس مش ايجابي وحساس مش حلو بضيع علينا ان احنا نستمتع بالحاضر وكمان المستقبل نستمتع به السؤال ده مهم جدا جدا سواء كانت فرصة عمل زي ما حضرتك بتقول او ممكن تكون فرصة مشروع ممكن فرصة انك تشتري بيت ممكن فرصة انك انت تهاجر امريكا ممكن فرصة اي فرصة من الفرص انت خدت قرار ورجعت ندمان عليه علماء التنمية البشرية بيقولون حتة حلوة في البنزة ده مبدأ من المبادئ يقول ايه الانسان بيختار القرار بتاعه في وقت حسب الافكار اللي عنده وحسب المعلومات اللي عنده في هذه اللحظة يعني ايه الكلام ده انا النهاردة خدت قرار من عشر سنين ونهاردة انا ندمان عليه فبنقول للانسان ومنقول لحضرتك نفس الحكاية ارجع للوقت من عشر سنين بالزبط او من خمس سنين يوم ما قدت القرار هتلاقي انك انت وقتها حسب الافكار اللي عندك حسب المعطيات اللي عندك حسب طريقتك في التفكير وقتها حسب الظروف اللي عندك كان احسن قرار انك تاخد هذا القرار الوقت اللي انت رفضت فيه المشروع او رفضت فيه الوظيفة او رفضت فيه البيت اللي كان معروض عليك كان حسب افكارك في هذه اللحظة وحسب المعطيات اللي عندك وحسب الناس اللي انت سألتهم كان احسن قرار انك تاخد هذا القرار ما تندمش عليه بقى دلوقتي الجزء دي بسيطة لكن مهمة جدا ايا كان القرار حتى المهمة او يا جماعة ايا كان القرار اللي انت خدته ارجع بذاكرتك للوقت اللي انت خدت فيه القرار هتلاقي الوقت ده اللي انت رفضت فيه البيت او انت رفضت فيه المشروع الفلاني او رفضت تشارك فلان او ايا كان القرار كان احسن قرار وقتها انت الوقت بتفكر بطريقة مختلفة انا معاك بس وقتها حسب تفكيرك حسب سنك حسب خبراتك في الحياة حسب الناس اللي انت سألتهم ممكن أحسن قرار بالنسبة لك فما تندمش عليه دلوقتي خد بالك الموضوع ده خليه قاعدة في حياتك على طول الندم في اللحظات اللي احنا عايشينها دلوقتي بيخالينا ما نستمدعش بأي حاجة في اللحظة الحاضرة وفي المستقبل كمان ولما قابل المستقبل بمشاعر غير إيجابية ما بقدرش أحلامي اتخلص العساس بالندم وعيش بمشاعر إيجابية وخلاص خدت القرار وانتهينا خلاص لا معنى اللي بكيت على اللبن المسكوب عيش اللحظة الحاضرة بأفكار جديدة بمعلومات جديدة واستقبل المستقبل ان شاء الله بحالة نفسية إيجابية تحقق كل اللي انت عايزه بنعمة ربنا شكرا جزيلا